سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم يتنفس الطهات حول العالم في إعداد أضخم الأطباق التقليدية وأطباق الحلوى وحتى الوجبات السريعة التي قد تكفي لإطعام أكثر من ألف شخص إليكم اليوم أضخم عشرة أطباق طعام في العالم لن تصدق وجودها إلا بعد رؤيتها في المركز العاشر أكبر طبق صلطة خضروات نجح أكثر من ألف متطوع بمدينة بوخاريست برومانيا في تحضير أكبر طبق صلطة خضروات في العالم والذي بلغ وزنه قرابة الألف طن لتحضير هذا الطبق استخدم الطهات الطماطم والخيار والخص بالإضافة إلى أكثر من 800 لتر من زيت الزيتون ولم يتم تحضير هذا الطبق من أجل تحقيق رقم قياسي عالمي فقط وإنما لتعزيز الغذاء الصحي أيضا في المركز التاسع أكبر قطعة كابكيك عام 2008 استطاع أحد صانعي الحلوى بولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية تحضير أكبر قطعة كابكيك في العالم والتي قد بلغ طولها حوالي 200 متر وقطرها متران استخدم في تحضير هذا الكابكيك العمل أقل حوى 90 كيلو جراما من الدقيق والزبدة بالإضافة إلى السكر والزيت ونحو أكثر من ألف بيضاء احتوت هذه القطعة على أكثر من مليوني سعرة حرارية وعرفت بإسم كعكة الملكة هذا وقد تم بيعها في أحدى المزادات العلنية وتم التبرع بالمال لصالح مؤسسة سوزان جي كومين في المركز الثامن أكبر كوب قهوة عام 2010 قامت شركة غارميت جيفت باسكيتس بإعداد أكبر كوب قهوة في العالم لصالح شركة بلوج وولد أكسبو ليستوعب 7600 لتر من القهوة أي ما يعادل 300 ألف كوب قهوة من الحجم العادي ووفقا لموسوعة جيناس فقد سجل هذا الكوب العملاق الرقم القياسي العالمي حيث بلغ ارتفاعه ثمانية أمتار ووصل قطره إلى ثمانية أمتار أيضا في المركز السابع أكبر بيضة شوكولاتة قام مجموعة من الطهات بمدينة باريلوتش الأرجنتينية والمعروفة بعاصمة الشوكولاتة بإعداد أكبر بيضة شوكولاتة في العالم احتفالا بعيد الفصح وقد بلغ ارتفاع هذه البيضة عشرة أمتار بينما احتاج الطهات إلى ثمانية أطنان من الشوكولاتة لصنع بيضة عيد الفصح والتي اجتازت الرقم القياسي العالمي باعتبارها أكبر بيضة شوكولاتة في العالم في المركز السادس أكبر قطعة هوت دوغ قام أحد الطهات بتحضير أكبر قطعة هوت دوغ في العالم وفقا لموسوعة جنيس حيث وصل طولها إلى أربعين سنتمترا وقطرها إلى عشر سنتمترات وقد بلغ وزن قطعة الهوت دوغ هذه أكثر من ثلاث كيلوغرامات ووصل ثمنها إلى مائة وسبعين دولارا في المركز الخامس أكبر قطعة مثلجات قامت شركة كامبس الأمريكية بصنع أكبر قطعة مثلجات في العالم احتفالا بمرور مائة عام على تأسيسها بلغ وزنها حوالي 1300 كيلوغرامات أي ما يعادل 733 بولة آيس كريم من الحجم العادي وقد قام بتحضير هذا الآيس كريم الضخم خمسة من أشهر صناع الآيس كريم بالولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع أكبر قلب حلوة نجح أمهر الطهات بإنجلترا في تحضير أكبر قلب حلوة في العالم بلغ طوله 12 مترا بعرض 9 أمطار وارتفاع 40 سنتيمترا كان ذلك بهدف جمع المال لصالح مؤسسة ميك ويش والمسؤولة عن تحقيق أحلام الأطفال الذين يعانون من الأمراض المسببة للوفاء وقد استخدم الطهات في تحضيره 8360 بيضة و520 كيلوغرام من السكر بالإضافة إلى 500 كيلوغرام من الطحين أي ما يكفي لإطعام ألفي شخص في المركز الثالث أطول سوشي في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي قام أحد أشهر المطاعم اليابانية بروسيا بتحضير أطول سوشي في العالم بلغ طوله 2520 مترا أي ما يعادل 60 ألف قطعة سوشي من الحجم العادي في المركز الثاني أكبر قطعة شوكولاتة قامت شركة ثرونتون إحدى أشهر شركة صناعة الشوكولاتة بتحضير أكبر قطعة شوكولاتة في العالم احتفالا بمرور مئة عام على تأسيسها بلغ طولها وعرضها أربعة أمتار ووصل ارتفاعها إلى ثلاثين سنتمترا واستغرق تحضير العجين أكثر من أربع ساعات اضطر خلاله الطهات للانتظار أربعة أيام كاملة حتى تتمسك قطعة الشوكولاتة بالكامل حيث بلغ وزنها النهائي حوالي خمسة أطنان في المركز الأول أكبر بيتزا عام 2012 قام خمسة من الطهات الإيطاليين بتحطير أكبر بيتزا في العالم والتي بلغ عرضها أربعين مترا ووصل وزنها إلى ثلاثين وعشرين طن وقد بلغ إجمالي الوقت المستغرق في تحضير هذه البيتزا أربع وعشرين ساعة تم تقسيمها وتوزيعها على ملاجئ الفقراء في روما إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم